ينظم إلينا من واشنطن سيد سكوت فوغنر رئيس المسؤولين الإداريين بمجلس النواب الأمريكي سيد سكوت استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية هل بالضرورة أن تكون مؤشر أو تكون متطابقة مع استطلاعات الرأي المرتبطة بانتخابات مجلس النواب والشيوخ؟ هذه هي أغرب انتخابات شاركت فيها فهذه الاستطلاعات لم تكن دقيقة منذ سنتين أو أربع سنوات مدت وبالتالي لن تكون بهذه الدقة في هذا الوقت حسب استطلاعات الرأي سيد سكوت برأيك من هو المستفيد من مناظرة اليوم؟ ترامب أم بايدن؟ من الذي يحتاجها؟ في هذه اللحظة يبدو من الحماسي لترامب أن يكون هناك الكثير من الأشخاص المتحمسين لتقلص منهم وهذا لا يعني بأن بايدن لديه أيضا التطلعات بأن يكون لديه أصوات أكثر ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به مجلس النواب في حال تعادل الأصوات بين المرشحين؟ سؤالي هو سيد سكوت ما هو دور ما الذي يمكن أن يقوم به مجلس النواب الأمريكي في حال تعادلت الأصوات بين المرشحين؟ نعم إذن إذا حدث أولا إذا حدث بأن كلاهما حصل على 270 صوتا فهذا لن يحدث إذن فسوف تكون هناك العديد من الولايات التي ستكون محل تساؤل وسوف يكون على مجلس النواب انتخاب الرئيس وفي هذه الحالة سوف تكون مشكلة فسوف يكون لدينا حتى الأول من يناير حتى حل هذا الأمر ولكن ما زالت الأصوات في الأقواء والتحدث عن دور المجلس الآن ليس بالدقيق إلى حد ما ولم يحدث ذلك على الإطلاق من قبل نعم إنتخابات مجلس النواب والشيوخ في نفس اليوم الذي ستقام فيها الانتخابات الرئاسية برأيك كيف يمكن الانتخابات الكونغرس أن تؤثر على مجرى الانتخابات الرئاسية؟ نعم من المحتمل أن يحدث ذلك في هذا الوقت أن يخسر بعض الجمهوريون بعد المقاعد إذا فقدوا البيت الأبيض وسوف يكون على الديمقراطيين أن يكون لديهم أربع مقاعد وأن تكون هذه المقاعد الحساب الديمقراطيين وأعتقد أن هناك ثلاثة وأربعين مقاعداً للديمقراطيين وهذا سوف يكون أعتقد أن تلك ستكون ليلة انتخابات طويلة جداً وسوف تؤدي إلى تغيير الموازن أو التوازن الأصوات سيد سكوت فوكنر رئيس المسؤولين الإداريين بمجلس النواب الأمريكي سابقاً كنت معنا من واشنطن شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر